اهلا بيجو مشاهدينا مرة تانية واول فقراتنا في نهارك سعيد صحافة الجمعة 9 مارس 2012 يكون مشرفنا أستيس طرق صلاح الصحفي بجريت المصري اليوم صباح خير وسترق صباح خير بزيح حضرتك تجبرك ايه واسبوع يعني حصاد اسبوع في نهايته ويمكن اهم ما فيه هو فتح باب انتخابات الرئاسة بكرة واخبارها بقى وانو وقت الدعاء الانتخابية هي بقى من امتى الامتى اعتقد برضو فيه تطورات كتير حصلت من برها بالليل ما لاحقتش عنوين لغبارة الرسولة لكن هل هي ناخد ايه العنوين ونشوف ايه اللي جاي بقى ربارة النهاردة من الاهرام الصفحة الاولى بدء تلقي ترابط الترشح للرئاسة من الغد الى 8 ابريل والمصر اليوم الصفحة الاولى صراع التربيطات الرئاسة الاخوان يتجهون لدعم منصور حسن والسلفيون يشترطون الشريعة والشروق الصفحة الاولى الاخوان تهاجم العسكري وتتهم المنظمات الامريكية بمحاربة الاسلام والمصر اليوم الصفحة الاولى مفاجأة الجلسة الاولى في التمويل الاجنبي المحكمة تطلب ضبط واحضار المتهمين الامريكيين والاهرام الصفحة الاولى المرأة تطالب بنصيبها في سياغة الدستور الجديد ونرجع للمصر اليوم الصفحة الاولى الاسلاميون يطالبون بالغاء الـ 50% عمال وفلاحين في الدستور الجديد وبرضو من نفس الصفحة الاولى في المصر اليوم الحرية والعدالة البرلماني يتجه لصحب الثقة من حكومة الجنزوري الاسبوع المقبل واخر خبر من الاهرام صفحة الاولى المشير ورئيس الاركان الليبي يؤكدان حرصهما على وحدة ليبيا ونرجع بقى الاول خبر نتكلم عنه بدء تلقي طلبات الترشح للرئاسة من الغد الى 8 ابريل من الاهرام ويمكن هم اعلنوا كمان عن الفترة الامتة الصمت الانتخابي الصمت الانتخابي والله زي ما حضر قلت هو يعني الزبوع اللي جاي والايام اللي جاي دي ايام بنسميها في الاعلام ايام على صفحة ساخن اعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان شاء الله ان بكرة هيكون اول معاد تلقي طلبات الترشح الرئاسة هيبتدي من بكرة ان شاء الله من 10 مارس هينتهي ان شاء الله 8 ابريل طبعا في بداية تلقي تربط ترشح لقينا فيه معارك انتخابية وساخنة جدا بدأت من منزو اعلان منصور حسن رئيس المجلس الشاري السابق ترشح الانتخابات الرئاسة طبعا يعني فيه كلام كتير جدا عن دعم اكتر من جهة واكتر من قوة سياسية لمنصور حسن المهم ان شاء الله بكرة هنبتدي اللجنة العليا تبتدي تلقي طلبات ترشح انتخابات الرئاسة الموجودين على الساحة الوقت يعني خمس ستة اغلبهم بتكلم عن ترشح المصور حسن دي اهم اهم وابرز يعني ما في الموضوع المفوق طب خلينا بما ان احنا في نهاية اسبوع احنا كاميرا نهارك سعيد نزلت تسأل الناس ايه اهم الاخبار اللي لفتت نظرهم الاسبوع اللي فاتت ويمكن هتلاقي منها كتير عن انتخابات الرئاسة نروح نشوف التقرير الناس قالت ايه ونرجع نكمل طبعا اهم خبر كان الاسبوع ده استرعى انتباه الحقيقة المصريين كلهم يعني للأسف الشديد حزنوا كان خبر هروب الامريكان في قضية التمويل الاجنبي بعد ان قال الجنزوري وقالت فايزة ابو النجا وقال المجلس العلى القوات المسلحة لن نرقع ولن نخضع لشروط هذا التمويل الاجنبي صفر المنتعمين الاجنب في قضية التمويل الاجنبي وده يسجل للقضاء المصري يعني بصمة مش كويسة على المدارة العصور القادمة تشكيل مجلس الشورى والسحواز الجامعات الاسلامية برضو عليه من رئيس المجلس والوكلة ونتمنى ان هم يكونوا في صالح البلد سواء مجلس شعب سواء مجلس شورى في خدمة المواطنين في الاحداث اللي هي موجودة في الوقت الحال الموضوع بتاع سفر الامريكان الامريكان سفروا ازاي بتاع القضاء بيتملص بتاع الجيش بيتملص بتاع الدخلية بيتملص بتاع المقرب كل واحد مش عارفين الشفافية فين مش مش الشفافية عندنا موضوع التمويل الاجنبي واللي حصل في القضية وطبعا ما فيش عالم تستفهم كبيرة طبعا حوالين الموضوع ودور القضاء وليه القضاء ما خدش دوره كامل في الموضوع دي عالم تستفهم كبيرة مصلحة الامن العام وزارة الدخلية عامتها اشتغلت شغل كويس كميات سلاح كبيرة كميات مخدرات جات البلد اهم خبر سفر الاجانب الامريكان من مصر وخروجهم من مصر المفروض الناس دي ما كانتش خرجت اصلا المفروض الناس دي كانت اتحكمت عندنا هنا وخدنا حقوقنا منهم اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية ومكملين فخرتنا وفخرت الصحفة ويمكن اهم الاخبار اللي لفتت نظر الناس الاسبوع ده كان التمويل الاجنبي وكان وخروج الامريكان يمكن الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده طبعا احنا جايين للخبر ده ويمكن بالمناسبة اول مفاجأة في جلسات المحاكمة انه المحكمة تطلب ضبط واحضار المتهمين الامريكيين هنيجي للخبر ده بالتفصيل لكن خلونا نرجع نكمل اخبار انتخابات الرئاسة وكنا بنتكلم على انه بدء تلاقي التالبات وفترة الصمت الانتخابي وكنا بنتكلم انه تاني تاني بقى خبر من مصر جيوم الصفحة الاولى انه الاخوان بيتجهوا لدعم سيد منصور حسن والسلفيون يشترطون الشريعة تمام يعني احنا يعني كلمنا في عجالة عن تراشح انتخابات الرئاسة ان شاء الله زي ما قلنا هيبتدي بكره ان شاء الله وينتهي 8 ابريل فيه شروط اهمة جدا يعني وضعتها اللاجنة اعلم انتخابات لحسن السير عملية انتخابية اولها الصمت الانتخابي بنمتدي يومين قبل نهاية العملية انتخابية اللي هو قبل 8 ابريل المفروض عملية صمت التخابي او فترة الصمت التخابي تبتدي من يوم 6 ابريل حد يوم 8 ابريل ممنوع فيها اي دع�이 انتخابية حديدت اللاجنة اعلم انتخابات كمان عشرة ملايين جنيل حد اقصى للعملية الانتخابية للصرف على العملية الانتخابية الدعاية تبدأ من 30 ابريل تقريبا حتى 20 مايو اه تقريبا ومقبلها يعتبر مخالف اه طبعا مخالف طبعا يعني المفروض في القانون اللاجنة اللاجنة الانتخابية تاخد قرار بعدم استكماله في الانتخابات طيب تللينا اتفاضل في نقطة مهمة جدا يعني اللاجنة الانتخابية تحددت عشر مائين جنيه حد اقصى لدعاية وحضر التبرعات اتمنى يعني من كل المرشحين ان شاء الله انه يلتزموا هذا الامر الامر ده على مدار عقود مضت لم يلتزم اي مرشح في انتخابات الرئاسة وانتخابات برنامانية بالحد الاقصى لدعاية لانه ده موضوع خطير جدا وهو تأكيد انه فعلا هم اللي بنطلب انه نتمنى ان الناس ولا تحترموا واحد السقف السقف المالي للدعاية الانتخابية الحاجة التانية الالتزام بالصمت الانتخابي لانه فعلا سبت في الانتخابات يلتزم بها احد وممكن يعني دي مشكلة تعوقنا لكن خلينا نتكلم بقى عن بداية الصراع وتربيطات الرئاسة والاخوان يتجهون لدعم السيد منصور حسن والسلفيون يشترطون الشريحة ومعروف انه السيد منصور حسن هو المرشح لما عدنا ما بين قصين كده اسبوع نتكلم عن المرشح التوافقي وكان الكلام عن السيد منصور حسن وقال انه هو لم يكن لديه فكرة ودلوقتي هو رشح نفسه ومرشح ليه نائب اللواء سامح سيف اليزل نبتل نتكلم عن التربيطات نقول ايه والله التربيطات يعني ده كله كلام منقول عن كواليس ولكن لم يتم فيه اعلان رسمي من قبل جهة معينة يعني الاخوان المسلمين نفت على لسان الدكتور وصام مريان عضمج الشعب قبل ساعات عن عدم دعم جماعة الاخوان المسلمين منصور حسن لكن خلينا نتكلم بواقعية شديدة جدا الجماعة الاخوان المسلمين من فترة طويلة جدا وهي يعني في الكواليس معلومة انها بتحاول تقنع منصور حسن بترشح الانتخابات الرئاسة الجمهورية الامر ده يعني خاد وقت طويل جدا بمجرد لان منصور حسن نفسه مرشحا للرئاسة الجمهورية وجدنا فيه حركة اخوانية في التعامل مع الوضع الانتخابي وجدنا فيه كلام كتير طلع من قوة سياسية بدعم منصور حسن حزب التجمع تحديدا على لسان الدكتور رفعد سعيد اتهم جماعة الاخوان المسلمين بتنظيم او التفاق على صفقة سماها صفقة ربعية صفقة ربعية على لسان الدكتور رفعد سعيد بقول صفقة ربعية دي بتتناول وجود المجلس العسكري مع جماعة الاخوان المسلمين مع منصور حسن مع بعض القوة سياسية لتمرير منصور حسن رئيسا لمصر خلال الانتخابات المقبلة دكتور رفعد سعيد بيستدل على هذه الامور ان جماعة الاخوان المسلمين من الفترة كانت اعلنت عن رغبتها في وجود مرشح توافقي للرئاسة وده ايده اكتر من من قوة سياسية بالاضافة ان مصر سيستر احنا ممكن نقول انه ده يعني ده برضو يدخل فيه قبيل الاستنتاجات الاستنتاجات احنا بنقول ان ما فيش معلومة لكن في شواهد وفي كواليس بتقول انه ممكن يكون الكلام ده حقيقي اعتقد هتبان هتبان الفترة اللي جاية هيحصل فرز وهنعرف مين مع مين ضد مين ولازم يعني الفترة اللي جاية لازم كل جهة سياسية هتتخذ موقف يما هتبقى موالية لحد اوه بالتأكيد كلام حضرك مصبوط وفي نوطة مهمة جدا يعني لو جماعة اخوان المسلمين اعلنت عن تايتها لمنصور حسن وده طبعا حرية كاملة لها يعني محدش يدري كان في القصة دي لكن فيه ازمة اتوقع حدوثها داخل قواعد جماعة اخوان المسلمين لان فيه عدد كبير جدا من شباب الجماعة بيسير في اتجاه تأييده للدكتورة عبد النعم المفتوح فدي انا متوقع ان يحصل ازمة شديدة داخل جماعة اخوان المسلمين وممكن اختلافها الاراء بالنسبة لشباب الاخوان المسلمين دايما بيثير المشاكل مع قيادات الجماعة لكن هو يعني هي النقطة انه الكل مطالب بتخز مواقف سياسية قادمة بالنسبة لانتخابات الرئاسة ووضحها يعني عشان بس ديوم حقوم لجماعة اخوان المسلمين قالت ان احنا مشانقل عن مرشح الانتخابات الرئاسة الا بعد اغلاق اسف الا بعد اغلاق باب الترشح الانتخابات الرئاسة يعني بعد يوم تمانية ابريل وكان يعني بيقولوا ان ده يكشف لنا بكل المرشحين ونقدر نختار منهم بذلطة هما اللي خلنا يتمتعوا بحينكة سياسية وتاريخ سياسي طويل فبالتالي احنا ننتظر الكثير يعني اما منواراتهم السياسية كثيرة لكن خلينا نتنقل بقى الموضوع الساعة ويمكن ههم الموضوع الناس كلها كانت بتتكلم عنه الاسبوع ده وجاي لنا في الخبرين واحد منهم سياسي والتاني قضائي الاولاني الشروع الصفحة الاولى الاخوان تهاجم العسكري وتتهم المنظمات الامريكية بمحاربة الاسلام ده الخبر السياسي لكن الخبر القضائي بعد كده من المصر اليوم الصفحة الاولى منفاجأة الجلسة الاولى في التمويل الاجنبي المحكمة تطلب ضبط واحدار المتهمين الامريكيين واعتقد انه الخبر السياسي ممكن نتكلم عنه لكن خلينا نتكلم الاول عن الخبر المفاجأة المفاجأة القضائية انه اول جلسة وجلسات محاكمة المنظمات المنظمات الامريكية انه المحكمة هي اللي بتطلب ضبط واحدار المتهمين الامريكيين اللي كانوا عندنا وكانوا تحت ايدنا وكانوا ممنوعين من السفر بالزبط وخرجوا قدام عينينا بتجارة عسكرية أمريكية ولا أحد يعرف مين اللي خرجهم بما أنه الجميع غسل يده الموضوع ده يعني جد خطير جدا يعني لأن الأمريكيين سفروا بعلم من القوات المصرية بعلم من المجلس العسكري بعلم من أعتقد من مجلس الشعب ما أعتقدش أن فيه يعني مؤسسة في مصر مؤسساته عليا لم تعلم بسفر الأمريكيين خاصة ويعني لم يصدر قرار من محكمة بعينها كانت بقى 24 ساعة في المطار مستنية الموضوع يخلص وهم بيصرحوا أنه نحن هو بنخلص الموضوع وكان فيه شخصيات من السلك الدبلوماسي من الخارجية بتخلص لهم إجراءة السفر الموضوع خطير جدا يعني وعلى فكرة الحكومة الألمانية وزير الخارجية الألمانية أعترف إحنا عملنا صفقة سياسية من وراء كواليس بالضبط كل العالم يتكلم أن مصر عقد صفقة مع الأجانب في صفرهم خارج مصر وعدم خضوعهم المحاكمة الأمر ده خطير جدا يعني أنا نفسي أعرف إزاي يسافروا ويضربوا بالمحاكمة عرض الحائط يعني زي القيادة المصرية تضرب بالمحاكمة وبالقضاء عرض الحائط واتخرج مجموعة المفروض أنهم تحت المحاكمة المفروض أنهم لسه لما يستكملوا باقي الجلسات المحاكمة طيب خلينا طبعا الكلام ده كله أنا أطاريته خلينا بس في الخبر المفاجأ أنه المحكمة دلوقتي هي اللي طالبة ضبطه أحضر المتعملين أمريكيين طب ده بعدها عناف مأذر طبيعي أنا شايف أن ده مش مفاجأ المحكمة أصلا لم تصدر قرار بعد رفع الحظر عن هؤلاء الأشخاص وبالتالي ما أحنا بقول لحضرك ده قرار سياسي المحكمة لم تصدر قرار رفع بمنع حظر لا هو في دائرة دائرة خاصة شكلت عن طريق المستشار عبد المعيز إبراهيم وهي اللي فصلت في الموضوع فصلت أنه كان مفروض في مدة 48 ساعة للفصل في ذلك الموضوع سيدي كان المفروض هذا القرار يخرج من عند المستشار شكري اللي هو أعلنت ناحية عن الأمر فبالتالي هذه الجلسة رأي شخصي رأي كثير من المحل السياسي أن هذا الأمر خاطئ كان فيه دائرة هي المكلفة بهذا الأمر وهذه الدائرة تمت ضغط عليها سياسيا بالقرار حظر وبالتالي تنحت رأيس المحكمة عن هذا الأمر الأمر السياسي بحت أتمنى أن يكون فيه توضيح في فترة جاية إيه سبب السفر وإيه الضغوط المورست على مصر لتمرير هذه الصفقة أعتقد أن الأمر في يد المجلس الأعلى للقضاء هو من سيفصل في الموضوع بما أن المحكمة هي اللي بتفصل في الموضوع طلبة المتهمين تاني فطبيعي أنه كده هيبقى فيه مسئولية يجب أن يتحمل المسئولية أحد أيام من كان من أخرجهم لكن خلينا نرجع للسياسة الإخوان تواجم العسكري وتتامل المنظمات الأمريكية بمحاربة الإسلام وهم النحية الثانية جون مكين بيشكرهم والناس بيشكرهم بيقولوا دي الناس اللي بتوقعنا في بعض جماعة خلال المسلمين في هذا الأمر يعني متنغضة تماما لأن عند خروج الأمريكان وباقي الشخصيات اللي هي كانت خضعة للمحاكمة لم تتحدث عن خروجهم ولم تدعو لجلسة عجلة في مجلس الشعب لم يعني دكتور سعد كتاعتني رئيس مجلس أنا كنت تخيل أنه يكون فيه يعني فيه وضع أقوى من هذا الوضع يعني للأسف الموضوع مر مرار الكرام ولكن بعد ما المحكمة بتادي تكلم أن فيه لازم يرجعوا لازم يخشوا ويتحكموا تاني لأن الإخوان بتهاجم العسكة لا يعرفش بيهاجمهم ليه حاليا لما تكلموش عن القصة دي في بداية خروج الأمريكان من مصر الأمر دا متناقض جدا يعني أنا أتمنى أن الإخوان تفسرين موقفها المتناقض بعد وأثناء والآن من موقفها من أن يثبتوا على وجهة نظر واحدة لأنهم ما أنا أقول لحضرك دا فيه تناقض يعني أثناء محاكمة الناس وأثناء خروج الناس وما كانوا يعلمون بهذا الأمر أن دا مجلس الشعب وهم في الأغلبية ولم يحرك لهم ساكنا الآن يهاجمون المجلس الأسكري ويتحدثون عن مشكلة في خروج الأمريكيين من مصر البعض قالت أنا مناورة سياسية مشكلة أعتقد ذلك طيب خلينا نتلاقي اللي بقيتها الأخبار عشان بس وقتين تريبا خالص لكن فيه أخبار لازم نعدي عليها سريعا يمكن مسيرة المرأة مبارح من عند نقاط الصعافيين المرأة والطالب بنصبها في سياغة الدستور الجديد من الأعرام الصفحة الأولى دا كم من يمكن أخبار مبارح طالب حضرتك؟ يعني دا حق مشروع للمرأة أنه يكون لها موثلين في لجنة سياغة الدستور ما أعتقدش أن المجلس الشعب هيهمل هذه الجزئية للمرأة أعتقد أنه تم التغول على حقوق المرأة في الفترة اللي فاتت مفروض أنه ما نرجعش بدهرنا نطلع لقدم لا يعني أنا مش شاف أنه فيه تغول بما يرضي لا أنا شاف أن المرأة بتاخد حواها بشكل جميل وشكل محترم جدا لكن في سياغة الدستور إحنا بنؤيد المرأة أنه يكون لها موثلين يعني تأييدها دستوريا برضو كان في بعض القصور لسبب لأنه اشترطوا بوجود مرأة واحدة في القائمة بغض النظر عن موقعها في القائمة دا كده أثر كثيرا في وجود المرأة في البرلمان يعني يمكن لو كنا مشينا زي تونس بالتبادل رجل امرأة رجل امرأة كان الموضوع اختلف كثيرا أنا شاف أن الانتخابات مجلس الشعب كانت نزيها كانت شفافة إلى حد كبير جدا يعني جاد بما يرغبوا المصريين سواء وجود المرأة في المجلس بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة دا يرجع إلى التصويت والسندية الزجاجية فدي أمر احنا ما ندخلش فيه يعني لا هو بس كان الاتراض يعني البعض كان يعترض على القواعد الأساسية في الموضوع ويمكن دا اللي قلل تواجد المرأة إلغاء نظام الكوتا وبعد كده أنه يعني ما تحطيتش بالشكل يمكن الملائم سيدي الكوتا يعني نظام غير قانوني بالمرة ويعني نظام نيرد سوري بس يطبق في بعض أهم دول العالم يعني في الدول الاسكندين فيها في كوتا التمييز المرأة عشان تشارك في المقتبل والتمييز المرأة يعني دا ليه شروط في الدول الاسكندين والدول الخارجية نتكلم عندنا في مصر أنا ما أعتقدش أن دا أمر مبرر يعني نحن ندي كوتا طب ما كده بعد كده الأقباط يقولوا عايزين كوتا التهارات سنة يقولوا عايزين كوتا وخش في قصة احنا في غين عنها يعني الصندوق الزجاجي هو الفايصل في عملية انتخابية اللي عايز يخش انتخابات يرشح نفسه اذا جابوا الصندوق ده يبقى يدله تعظيم سلام لكن نقول نحدد له كوتا ده امر يعني مرفوض تماما يعني انا شايف انه غير دستور لما كنت متغني وجيت النظر تانية طيب للاسف وقتنا القلص بس يمكن نعدي على خبر سريعا طبعا الحرية والعدالة البرلمانية التاجة لسعب الصغة من حكومة الجنزل كلنا مستنيين نشوف ده يحصل ولا لا لكن الاسلاميون يطالبون بالغاء الخمسين في المية عمال وفلاحين في الدستور دي يمكن اللي غريبة لو في تعليقنا علىك سريع عشان سريعا الحرية والعدالة بالطالب صاحب الثقة من حكومة الجنزلية وتداجه لهذا الامر انا شاف ان الامر ده الوقت الحالي لا يسمح بهذا الوقت قلص انتخابات الرئاسة الجمهورية مش فاضين للقصة دي اصلا هيج رئيس جمهورية ان شاء الله يكون حكومة جديدة فمش محتاجين لهذا الامر والغاء الخمسين في المية عمال والفلاحين الاسلامين وطالبون بذلك انا اتنفق مع الغاء الخمسين في المية عمال والفلاحين لان ده كان موضوع ايام يعني من عقود مضت وكان لي اسبابو كان في الوقت الماضي احنا كنا ممكن ان نقول نحن محتاجين عمال والفلاحين لكن الوقت لو ترجع باسلين الانتخابات التي فتولي قبل منها كانوا بيستخدم عمال والفلاحين أصباط شرطة ومهندسين وأساس الجماعات لدخول بجل الشعب ولما يبقى عمان وفلاحين مستستر سلاح الصحفي بجالية المصر اليوم بنشكرك جدا مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا فقرتنا مستمرة في نهاركس عائد لكن بعد الفاصل تابعونا